متابعي قناة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عين الحياة هل هي حقيقية؟ هل هي موجودة؟ هل وصل لها أحد من بني آدم؟ وما هو سر الخلود؟ الكثير من الغموض والكثير من الأسرار الكثير من التضاربات في القصص والروايات التاريخية ولكي نعرف بعض الأجوبة عن هذه الحقائق الغامضة دعونا نعرف أولا من هو سيدنا الخضر؟ ومن هو ذو القرنين؟ اختلف المؤرخون حول كون سيدنا الخضر نبيا أم وليا أم عبدا صالحا؟ وهل هو حي حتى الآن أم لا؟ وبعد بحث طويل عرفنا الحقيقة استمعوا جيدا وشاهدوا حتى النهاية ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وبغط زر الإعجاب وتفعيل الجرس كي لا تفوتكم هذه الحقائق التاريخية الخضر عليه السلام اسمه تاليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام كنيته أبو عباس أو أبو محمد ألقابه الخضر العبد الصالح والعالم لما سمي بالخضر؟ أنا لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سمي الخضر لأنه مصلى على فروة بيضاء فأزهرت خضراء هل هو نبي حي؟ هناك روايات تدل على نبوته منها ما ورد أن أربعة أنبياء أحياء إثناني في السماء عيسى وإدريس وإثناني في الأرض الخضر وإلياس فأما الخضر في البحر وأما إلياس في البر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما سئل عن ذو القرنين أنبياً كان أم ملكا؟ قال لا نبي ولا ملكا بل عبداً صالحاً اسمه عياش أحب الله فأحبه الله ونصح لله فنصح له اختارخوا الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المغرب وذلك بعد طوفان نوح عليه السلام فضربوه على قرنه الأيمن فمات منها ثم أحياه الله بعد ماءة عام ثم بعثه الله إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق فضربوه ضربة على قرنه الأيسر فمات منها فمأحياه الله تعالى بعد ماءة عام وعوضه من الضربتين اللتين على رأسه قرنين في موضع الضربتين أجوفين وجعل عز ملكه وآية نبوته في قرنه ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط الأرض كلها حتى أبصره ما بين المشرق والمغرب وآتاه الله من كل شيء علما وأياده في قرنيه بكسف من السماء به ظلمات ورعد وبرق ثم هبطا إلى الأرض وأوحى إليه أنسر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق تهلك من يخالفه فدان له أهل المشرق والمغرب فلما ملك ما بين المشرق والمغرب كان له خليل من الملائكة يقال له رفائيل ينزل إليه فيحدثه ويناجيه قال له ذو القرنين أين عبادة أهل السماء من أهل الأرض فقال ما في السماوات موضع قدم إلا وعليه ملك قائم لا يقعد أبدا أو راكعا لا يسجد أبدا أو ساجدا لا يرفع رأسه أبدا فبكى ذو القرنين وقال أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي ما هو أهله قال رفائيل يا ذو القرنين إن لله في الأرض عينا تدعى عين الحياة من شرب منها لم يمت حتى يكون هو من يسأل الموت فإن ظفرت بها تعش ما شئت قال وأين تلك العين وهل تعرفها قال له غير أننا نتحدث في السماء إن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان فقال ذو القرنين وأين تلك الظلمة قال ما أدري ثم صعد رفائيل فدخل ذو القرنين حزنا طويلا من قول رفائيل ومما أخبره عن العين والظلمة ولم يخبره بعلم ينتفع به منهما فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلمائهم فلما اجتمعوا عنده قال لهم هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله أن لله عينا تدعى عين الحياة من شرب منها لم يمت قالوا لا قال فهل وجدتم أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان قالوا لا فحزنا ذو القرنين وبكى إذ لم يخبر عن العين والظلمة بما يحب وكان فيما حضره غلام من الغلمان من أولاد الأنبياء فقال له إن علم ما تريد عندي ففرح ذو القرنين فقال الغلام إني وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمي ما في الأرض من عين أو شجر فوجدت فيه أن لله عينا تدعى عين الحياة بظلمة لم يطأها إنس ولا جان ففرح ذو القرنين وقال له الغلام إنها على قرن الشمس يعني مطلعها ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم وعلماءهم فاجتمع إليه ألف حكيما وعالم فلما اجتمعوا تهيأوا للمسير فسار يريد مطلع الشمس يخوض البحار يقطع الجبال فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع أهل الفضل فقالوا إنك تطلب أمرا ما طلبه أحد قبلك من الأنبياء والمرسلين ولا من الملوء قال إنه لابد لي من طلبها قالوا إننا نعلم أنك إن سلكتها ظفرت بحاجتك ولكننا نخاف هلاكك قال ولا بد لي من أن أسلكها ثم قال أخبروني بأبصر الدواب قالوا الخيل الإناث البكارة فأصاب ستة آلاف فرس في عسكره فانتخبا من أهل العلم ستة آلاف رجل فدفع إلى كل رجل فرسا وكان الخضر على مقدمته في ألفين فارس فأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسارذوا القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره إثنتا عشرة سنة فإن رجع هو إليهم وإلا لحقوا ببلادهم فقال الخضر أيها الملك إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا فعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح فإذا صاحت راجع أهل الضلال إلى صوتها فأخذها الخضر ومضى في الليلة وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين فبينما الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة فقال لأصحابه قفوا في هذا الموضع ونزل عن فرسه فتناول الخرزة ورمى بها فأفطأت عنه في الإجابة حتى خاف أن لا تجيبه ثم أجابت فخرج إلى صوتها فإذا هي العين وإذا ماءها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياقوت وأحلى من العسل فشرب منها ثم خلع ثيابه فاقتسل فيها ولبس ثيابه ثم رمى بالخرجة نحو أصحابه فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا ومرذوا القرنين بعده فأخطأ الوادي فسلك تلك الظلمة أربعين يوما ثم خرجوا بضوء ليس بضوء عار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور فخرجوا إلى أرض حمراء رملة كانت حصاها اللؤلؤ فإذا هو بقصر مبني على طول فرسخ فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسكر عليه ثم توجه وحده إلى القصر فإذا بطائر حدثت معه أحداث كثيرة حتى أخبره الطير بأنسلك هذه الدرجة فسلكها وهو خائف حتى استوى على ظهرها فإذا هو بسطح مندود مد البصر وإذا رجل شاب أبيض مضيء الوجه عليه ثياب بيض وإذا هو رافع رأسه إلى السماء ينظر إليها واضعا يده على فيه فلما سمع خشخشة ذو القرنين قال من هذا؟ قال أنا ذو القرنين قال يا ذو القرنين ما كفاك وما وراك حتى وصلت إلي قال قال ذو القرنين ما لي أراك واضعا يدك على فيك قال أنا صاحب الصور وإن الساعة قد اقتربت وأنا أنتظر أن أؤمر بالنفخ فأنفخ ثم ضرب بيده فتناول حجرا فرمى به إلى ذو القرنين فقال خذها فإن جا عجا وإن شبع شبعت فارجع فرجع ذو القرنين بذلك الحجر حتى خرج إلى أصحابه فأخبرهم بالطير وما سأله عنه وما قاله له وأخبرهم بصاحب السطح ثم قال أعطاني هذا الحجر فأخبروني بأمره فوضعه في إحدى الكفتين ووضع حجر مثله في الكفة الأخرى رفع الميزان فإذا الحجر الذي جاء به أرجحوا بمثل الآخر فوضعوا آخر فمال به حتى وضعوا ألف حجرة كلها مثله ثم رفع الميزان فمال بهم ولم يشتمل به الألف حجر فقالوا أيها الملك لا علم لنا بهذا الحجر فقال له الخضر إني أوتيت علم هذا الحجر فقال ذو القرنين أخبرنا به فتناول الخضر الميزان فوضع الحجر الذي جاء به ذو القرنين في كفة الميزان ثم وضع حجرا آخر في كفة أخرى ثم وضع كفة راب على حجر ذو القرنين يزيده ثقلا ثم رفع الميزان فاعتدل فقالوا أيها الملك هذا أمر لم يبلغه علمنا وإنا لنعلم أن الخضر ليس بساحر فكيف هذا وقد وضعنا ألف حجر كلها مثله فمال بها وهذا قد اعتدل به وزاده ترابا قال ذو القرنين بين يا خضر لنا قال الخضر أيها الملك إن أمر الله نافذ في عباده وسلطانه وإن الله ابتلى العالم بالعالم وإنه ابتلاني بك وابتلاك بي فقال ذو القرنين يرحمك الله يا خضر يا خضر إنما ابتلاني بك حين جعلت أعلم مني وجعلت تحت يدي أخبرني عن أمر هذا الحجر فقال الخضر إن أمر هذا الحجر مثل ضربه لك صاحب الصور يقول إن مثل بني آدم مثل هذا الحجر الذي وضع فوضع معه ألفا فمال بها ثم وضع عليه التراب شبع وعاد حجرا مثله فيقول كذلك مثلك أعطاك الله من الملك ما أعطاك فلم ترضى حتى طلبت أمرا لم يطلبه أبدا من كان قبلك ودخلت مدخلا لم يدخله إنس ولا جان ويقول كذلك ابن آدم لا يشبع حتى يحذى عليه التراب فبكاذ القرن وقال صدقت يا خضر لا جرم أني لا أطلب أثار في البلاد بعد مسلك هذا ثم انصر فراجعا في الظلمة فبينما هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة أي صوتا تحت سنابك خيلهم فقالوا أيها الملك ما هذا فقال خذوا منه فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم فأخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد فندم الآخذ والتارك ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله فلم يزل بها حتى قبضه الله إليه وكان صلى الله عليه وآله إذا حدث بهذا الحديث قال رحم الله أخي ذا القرنين ما كان مخطئا إذ سلك وطلب مع طلب ولو ظفر بوادي الزبرجد في ذهابه لما ترك فيه شيئا إلا أخرجه للناس لأنه كان راغبا ولكنه ظفر به بعدما رجع فقد زهد شكرا